دلوقتي هنروح مع حضراتكم مجموعة من الأخبار الخفيفة اللي حصلت برا مصر هنروح لحديقة سنترال بارك الشهيرة في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية اللي استقبلت عمل فني استثنائي الحقيقة لفت انتباه الناس كلها ده لأن فيه فنان ألماني ابتكر مكعب يفترض أنه مصنوع من الدهب الخالص المهم أنه بعد ما ابتكر وصمم هذا المكعب حطه في وسط أكبر مساحة خضرة في منهاتن الفنان الألماني ابتكر مكعب الدهب ده اسمه نيكولاس كاستيلو وصنع هذا المكعب من الدهب الخالص أيار 24 إراط وزنه حوالي 410 رطل يعني ما يزيد عن 180 كيلو صمم هذا المكعب في 4500 ساعة ومن هنا بدأت الصحف ووسائل الإعلام العالمية تهتم بهذا الموضوع لدرجة أنهم شككوا في هذا التصميم وقالوا أنه ممكن أصلا ما يكونش دهب خصوصا أنه لو المكعب طلع فعلا من الدهب الحقيقي فهيكون سعره يتجاوز 11 مليون دولار جاب فلوسه منين؟ لا هو أكيد دوارس يعني أكيد فيه مصدر نعمل مكعب دوارس مين؟ عامل في هاي هو اللي في اللي هناك اللي هناك لا بجد يعني لو أنا عندي مكعب بهذا الحجم أحطه وكده متابل وبدأ فين الفن في أن أنا عامل مكعب واضحا أن المختلف في الموضوع الوزن هو عايز يعمل حاجة مختلفة حاجة محدش عملها بل كده فيه ناس دايما تدورها الحاجة الغريبة دي جاب فلوسه منين برضو مجموعة من العلماء في جامعتين هارفرد وأميروي قدروا أنهم يصنعوا سمكة من خلايا عضلة قلب بشري السمكة دي ممكن تتحرك والنبض عندها يكون زي وزي السمك الحقيقي بالطب العلماء قالوا أنهم توروا النظام الدموي المصغر واستعانوا بيه علشان السمكة تعم وتتحرك بنبضات معينة لأكتر من مئة يوم نروح لموضوع آخر مهرجان الأنوار في العاصمة الدنيماركية كوبنهاجن تمت إضاقته مرة تانية من أيام قليلة ومتوقع أنه يفضل شغال ومستمر في تقلقه لحد يوم 27 فبراير المهرجان ده بيتم بتنظيمه كل سنة لأكتر من نصف مليون زائر الجديد السنة دي أن العروض اللي هتقدم فيه هتكون بتقنية الأبعاد الثلاثية على وجهات المباني التاريخية في العاصمة الدنيماركية بعد ما شفنا الأخبار الخفيفة من أماكن مختلفة خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني نكمل باقي فقراتنا وأخبارنا خليكم معاه شكرا